ترجعنا مرة تانية مشاهدين هارك سعيد لسا مستمرين مع بعض وسنة الزواتي للفقرة الرياضية طبعا لكل الكراويين اللي عايزين يعرفوا تفاصيل كتير يكلموا عن الكرة يعرفوا ايه لا يحصل فترة جاية وننكلم كمان اهم من برايات الأسبوع الحالي نهاردة الفقرة دي هنحاول نغاطي فيها الكلام ده طبعا في حدثين الحقيقة مهمين جدا يعني محدث بيتكلم عن نادي الاهلي وانتخابات النادي الاهلي وايضا انتخابات النادي الزمالك الاثنين دول حدثين مهمين جدا عايزين نعرف ايه التفاصيل وايه ممكن التطورات اللي تحصل في هذا الموضوع هيعلق معانا النهاردة على الفقرة دي وهيكلم معانا في الفقرة دي طبعا ضفنا الكابتن نزيح عطيه هو لاعب نادي الزمالك السابق والمدير الفني لنادي كوكاكولا صباح الخير يا فنم صباح الخير يا سورة إزاكي كابتن الله يخليك الحمد لله كابتن طبعا الشغل الشاغل للناس دلوقتي هما بيكلموا دايما في الكرة لازم يذكروا انتخابات النادي الزمالك وانتخابات النادي الاهلي فخلينا بما انه حضرتك طبعا بتمثل النادي الزمالك نتكلم الأول على نادي الزمالك يعني امتى هيبدأ باب الترشح في النادي الزمالك مين أهم الأسماء اللي مفترض انهما على قوائم الترشح في النادي الزمالك هو بالفعل طبعا في البداية بسم الله الرحمن الرحيم براحب بيك وبالسادة المشاهدين قناة نايل لايف بالفعل بدأ الترشح خلاص انتهى وباب الترشح انتهى خلاص لكن هو دلوقتي المفروض ان الانتخابات المفروض انها تقام يوم 27 و28 بالنسبة لنادي الزمالك يوم 28 و29 بالنسبة للنادي الزمالك فيه على رؤوس قوائم نادي الزمالك فيه المستشار المرتضى منصور معه قايمته فيه الدكتور كمال درويش ومعه القايمة بتاعته فيه رؤوف جاسر ومعه القايمة بتاعته وفيه اشرف السكري لكن لسه ما تحددتش القايمة بتاعته اللي انا عايز اقوله ان الانتخابات مهددة ليه مهددة؟ مهددة بالفعل لان فيه خطاب الفيفا اللي جيه لمصر بيهدد بفرض عقوبات على مصر ممكن في وقتها يجمد النشاط اذا حصلت الانتخابات اذا حصلت الانتخابات لان ممنوع بالنسبة للفيفا باعت خطاب بيقول ان هو ممنوع اي تدخل حكومي في انتخابات الاندية سواء بحل مجالس ادارة الاندية او بغيره فطبعا رئاسة الوزراء اللي فاتت اللي هي المستقيلة حصل قرار بحل مجالس ادارات الاندية وخصوان مجلس ادارة نادي زمالك ورئاسة ممدوع حباس فبالتالي حصل تدخل حكومي فبالتالي الفيفا بعتت خطاب لمصر بتطالب فيه ان ممنوع اقامة الانتخابات في المعارض وفي حالة ان الفيفا قررت ان هي تفرض العقوبات دي فعليا يعني كده مش هيبقى فيه كورة في العام اللي احنا فيه ده او السنة دي تقريبا لو الفيفا فرضت عقوبة على مصر فيه على الاقل خالص خمسة مليون وواحد هيجمد النشاط بتاعه ما هيبقوا قاعدين مشكلة مشكلة تبيرة طبعا مشكلة طبعا لكل القائمين او العاملين اللي بيشتغلوا في مجال الكورة او في اتحاد الكورة طبعا لازم لها حل وخصو وكمان فيه حاجة تانية هي مش هتبقى فرض عقوبات على مصر بتجميد النشاط بس لا ده فرض عقوبات على مصر ممكن منها سحب نقاط من مصر تبعيدها بعيدة عن المراكز الدولية ممكن ممنوع مصر تشارك في اي محافل دولية بسبب فرض عقوبات الفيفا عليها طبعا هي مشكلة لازم يتلقالها حل طب احنا كده دقوصات حل واحد زي مالوش حل تاني هو رجوع الادارات اللي تم حلها من قبل وزير الشباب الوحيط طبعا برضو حتى لو حصل الكلام ده هيبقى مشكلة هنا في مصر وهيحصل مشحنات جامدة جدا لان فيه بعض الاندية استفادت او حصل فيه فرق بين مجلس الادارة اللي فات ومجلس الادارة الحالي منها نادي الزمالك ايوا نادي الزمالك بدأ فيه تحسن في النتائج وبدأ فيه صورة تانية تبقى موجودة لنادي الزمالك بعكس قبل كده فلو حصل ان رجع مجلس الادارة المنحل القديم ده هيأثر هيأثر طبعا على النادي كله وهتبقى فيه مشكلة بينه وبين الجديد يعني بلاتي قصاد الحقيقة حلين او موقفين بيهددوا سواء كان المستوى الفني او بيهددوا الكورة عموما طبعا طبعا وانا بقول ان المشكلة في تجميد النشاط وفرض عقوبات دولية على كرة في مصر منها ايقاف مصر دوليا ممنوع انها تشارك دوليا في اي حاجة ودي مشكلة كبيرة جدا هترجع بنا لورا كتير قوي طب يا كابت النزير مفترض انه دلوقتي الدولة او الوزير او القائمين المسؤولين عن هذا الموضوع مفترض انه قدامهم حلول شكلها عمل ازاي انا بقول ان لازم لازم يبقى فيه وفد من ممثل الحكومة في مصر لازم يبقى فيه جلسة مع الفيفة يعودوا مع الفيفة يشوفوا ايه الموضوع يشوفوا ايه وجهات النظر لازم اللجنة الاولمبية في مصر الموجودة حاليا لازم يبقى فيها لها حل مع الفيفة طب ولو حصل انتخابات يعني انا مثلا بفترض معاك انه حصل انتخابات هل متوقع حدوث مشاكل لانتخابات نادي الزمالك يعني مش عايز اقول كالعادة بس يعني زي انا لسه رايح اقول الكلمة دي انا لسه رايح اقول الكلمة دي هو كالعادة بيحصل مشاكل كالعادة بيحصل مشاكل ويمكن مشاكل نادي الزمالك يمكن انا يعني قلت الموضوع ده قبل كده ان معظم مشاكل نادي الزمالك بتبقى مشاكل شخصية لكن هي مش مشاكل على مصلحة المكان لا هي بتبقى مشاكل شخصية لمصلحة شخصية مش أكتر يعني بالاختلاف مع النادي الأهلي النادي الأهلي فيه أنا بقول استقرار واللي جاي بيكمل السياسات اللي قبله يعني أنا بقول اللي جاي بيكمل السياسة بتاعت النادي نفسه مش سياسة فردة أو سياسة واحد لا دي سياسة مكان طب هل فعلا أنه النادي زمالك طلب من الفيفا عدم دخول ممضوحة بس للانتخابات القادمة بجواب رسمي وبعتول الفيفا والله ده الكلام اللي تقال أن النادي زمالك بعت جواب أنه هو ممنوع يدخل وبعدين فيه كمان مشكلة أن طالما فيه مجلس إدارة منحل المفروض أنه هو ما يشاركش في الانتخابات ده وفقا لقانون الرياضة تقريبا لمادة 45 و 55 أنه هو ما يشاركش تاني لأن المرشح عضو عمر هاريدي مقدم شكوى ضد أحمد جلال إبراهيم أنه هو كان في المجلس المنحل اللي فات وأحمد جلال إبراهيم بيشارك حاليا في الانتخابات هيدخل في الانتخابات اللي جاية ده ومرشح نفسه فالمفروض أنه هو وفقا للمادة 45 و 55 ما يرشحش نفسه فطبعا الموضوع شائق جدا يعني أول حقيقة بجد نخرج برا الانتخابات شوية كده ونروح للمستوى الفني لنا في الفريق النادي الزمالك والمفترض أنه ميدو دلوقتي بيقوم بدور مهم في النادي الزمالك أنت تعليقك إيه على ميدو ومستوى مع النادي الزمالك الفترة وكم مش اللي فاتوا دول أنت شايف من وجهة نظرك كلعيب كورة وبقالك فترة كبيرة متربي في النادي الزمالك أنت شايف مستوى عمل إزاي مع النادي الزمالك والله أنا الفترة اللي فاتت أنا بحسبها دايما أحسبها بالنتائج ميدو محقق نتائج لكن محقق نتائج أنا مش معنا كده أن أنا بقول أن ميدو مش كويس لا هو عنده أفكار كويس هو جاي وعنده أفكار كويس أو بيحاول أن هو يعمل حاجة جديدة في النادي الزمالك لكن هو ما حصلش صدام مع أي فريق كبير بحيث أن احنا نقول لميدو أن تعالى هنا أنت دلوقتي كنت بتلعب فرق مش قد كده فالنهار ده أنت في منافسة قوية مع فرق أنا بعتبر المباراة اللي جاي ده الماتش اللي جاي ده أنا بعتبر الماتش اللي جاي فيه اختبار حقيقي لأن نادي الزمالك قدر أنه يكسب بينها واحد صف لكن مش كافي مش كافي أنه يكسب بينها واحد صف لسه التجربة الكبيرة عشان نقدر نقول لميدو مدرب ناجح ولا لأ أنه يقف أصاد جمهور وفريق آخر من الناحية التانية يكون على نفس القوة وما نقدرش نقول حاليا أن لميدو مدرب كبير أو هو نجح لازم نستنى عليه لازم نستنى عليه عشان نشوف في الآخر هو عمل أنا دايما مع عدم التعامل بالقطعة يعني النهاردة كسب مباراة أقول عليه مدرب ناجح غلط في المباراة أو النادي خسر في المباراة أقول عليه ده مدرب مش كويس أحنا كده نبقى بنهرج أنا عايزة أقول أنه نصبر عليه هو لحد الوقت يماشي بخطة كويسة نستنى عليه وفي الآخر خالص نقدر نحدد من خلال المسابقات اللي هو بشارك فيها حقق بطولات يبقى هو فعلا عنده أفكار وبدأت اللعبة نساجم معاه والأفكار دي فعلا بيقدر يطبقها هنا في مصر يبقى خلاص نكلم ونقول أنه هو مدرب صاعد الإجابيات الثانية اللي لما بيدوا مسك مدرب في النادي الزمالك بقت من الحاجات المهمة المتصدرة في الصورة زي أنه مثلا سنه صغير ومسك منصب مهم زي ده فده ممكن يفتح أصاد لعبين كتير جدا قدوا في الملاعب كتير أو أنهما يقدروا أنهما يمسكوا منصب زي دي ما يستنوش بقى بل كذا سنة ويستنوا بأكتر من عمر عشان يقدروا أنهما يكون مدربين هو بالفعل الكلام ده حقيقي ويمكن عندنا أمثلة بر مصر معظم المدربين بر مصر المدرين الفنيين هتلاقي السن بتاعهم سنه صغير لكن أنا بقول برضو حاجة يعني هي مش كل واحد أنه كان لعيب كبير وبعدين بطل ويمسك على طول لا لازم أسقل الموهبة بتاعتي اللي أنا عارفها واللي أنا بطقينها كويس لازم أسقلها بدراسات ولازم أسقلها بتدريبات ودورات على أساس أن أنا أقدر أعارف أنا بشتغل إزاي لكن أنا لعيب كورة وأنا كنت لعيب كورة ما ينفعش أن أنا أبطل أجل أشتغل على طول لا لازم أمر بمراحل ولازم أخذ دراسات ولازم أسقل نفسي ثقافيا وتدريبيا وبالدورات على أساس أن أنا أقدر أتعامل مع المنظومة اللي أنا بديرها أنا كنت من ضمن منظومة فيه مدير فني كان بديرها وأنا لعيب لا أنا دلوقتي أنا بدير المنظومة كلها لازم يبقى فيه وعيب مش كل لعيب كورة مهم أو كان مهم في الملعب وكان بيعمل بصمات مهمة يقدر أنه يكون مدرب ناجح لا مش شاطئ بدليل أنه عندنا مثلا مثال عالمي ماردونا ماردونا يعني ما فيش حد يختلف على أنه هو أسطورة الكورة في العالم ومع ذلك يعني من وجهة نظر الشخصية أنا بقول أنه هو فشل تدريبية لأنه هو يعني ممكن ما نجحش مع معظم الفرق أو حتى منتخب الأرجنتين لما كان ماسك ما نجحش مع المنتخب فمش كل لعيب كورة كان سوبر يبقى مدرب سوبر صحيح بس أنت يا كابتل نزيه عموما أنت راضي عن مستوى فريق نادي الزمالك في المباريات الأخيرة اللي هو لعبها في الأسبوع ده أو في الأسبوع اللي قبله أنا شايف أنه فيه تطور كبير في أداء نادي الزمالك منها أولا أنه يعني فيه انتماء كبير قوي للمكان وبعدين اللي أنا عارفه أنه ميده قريب قوي من اللعيبة فلما يكون المدير الفني قريب من اللعيبة بتفرق مع اللعيب كتير فأنت بتكلم هنا كابتل نزيه عن الحماس اللي ممكن يكون بينئروا المدرب للعيبة ذا دي النحية النفسية اللي أنا أتكلم عليها النحية الفنية أنا شايف أن أداء نادي الزمالك الرتم بتاع نادي الزمالك بقى سريع بقى بميل الكرة السريعة شوي بعكس الأول كان النادي الزمالك بيعتمد على المهارة وعلى الموهبة مع الرتم البطيء لأن النهاردة نجد أن يعتمد على الحاجتين الريتم السريع والمهارة ويمكن أنا بحي ميده لأنه قدر أنه يطور في الأداء في الفترة دي الفترة اللي فاتت الجمهور أو يمكن آخر مرة الجمهور حضر فيها حصلت مشكلة كبيرة ولما بنيتكلم دايما على حضور الجماهير الملاعب ولما عدم حضورها برضو بتحصل مشكلة وما بين مؤيد وما بين معارض ما بين أنه أنتوا بتهددوا المستقبل الكرة لا أنتوا كده إحنا ما بين أراء كتيرة جدا لكن ما بنسمعش دايما رأي المتخصصين في الموضوع ده أنت رأيك إيه؟ والله أنا ليه رأي مش في الكرة بس أنا ليه رأي عام لو كل واحد التزم بالمجال بتاعه بس وما تكلمش في المجال بتاع غيره كل واحد هينجح ويشوف البلد هتمشي أنا راجل رياضي أتكلم في الرياضة بس أنا راجل سياسي أتكلم في السياسة بس بس كل حاجة دلوقتي مرتبطة بالسياسة كابتر بس أنا عايز أقول حاجة أنت يعني كألترس أهلي أو ألترس زمالي أنت ملك وما للسياسة أنت ملكش دعب السياسة أنت راجل بتحب الكرة وراجل ليك ربطة مشجعين وراجل عايز تتفرج على الكرة وعايز اللي الرياضة عندك تعلم في مصر أنت ليه المشاكل؟ وخصوصا أنه بدايته ما كانتش كده في 2005 يعني كانت بداية هذه عظيمة جميلة مشجعة للفريق بتاعه إذن بنشوف الموضوع بيتحول النهاردة لعداء وتحقيقات لمصالح سياسية هي دي اللي أنا عايز أقولها اللي أنا بقوله واللي أنا متوقعه فعلا وعندي يقين به أن بعض بعض مش كل بعض من ألترس دي هم مصالح مع ناس سياسيين سواء من الطرف ده أو من الطرف ده يهمهم أن مصر دي ما تمشيش إذن الجمهور مش المفترض أنه يكون موجود الفترة الحالية أو القادمة أنا رأي كده إحنا لسه قدامنا وقت وقالما البلد يبقى فيها استقرار إحنا لسه ما فيش مؤسسات دولة لسه ما فيش حاجة عملت لسه تكتمل يبقى ممكن يبقى فيه جمهور يدخل الملاعب تانية لأن طبعا مباراة بدون جمهور كأنه تدريب فما فيش طعم للمباراة لكن أنا بقول الفترة الحالية لأ نشتغل بدون جمهور وما فيش أي ضرر على أي حد بس الفترة اللي فاتت دي أصارت جدا على صناعين الكورة على صناع الكورة عموما سواء كانوا لعيبة أو مدربين أو الناس كتير جدا جدا جوا صناعة الكورة أصارت جدا بشكل كبير قوي من التوقفات الكتير يعني أداء الفرق بقى مستوى واحد أو بينزل تحت أكثر بالزبط طبعا لأن فترة التوقف الكتير قوي والغاء الدوري وعدم وجود جدول نمشي عليه مظبوط كل يوم فيه جديد في الجدول نهاردة هتلعب بكرة فيه حصلت مشكلة لا مش هنلعب كل الكلام ده بيأثر على المستوى سواء الفني للعيب أو المدرب والمدرب برضو مرتبط بمستوى فني أنا لما أجي أعود وما اشتغلش مهو كل الكلام ده بيأثر عليك اللعيب كمان أكتر لأن اللعيب أنا لما اللعيب يفضل يلعب والدوري شغال بيبقى فيه احتكاك مستمر لكن لما يجي اللعيب يوقف وما يلعبش في الجمد النشاط الدوري تلغى كل الحاجات ده بتأثر على مستوى فنيه هل أنت بتعمل إيه مع اللعيب بتاعتك يا كابتا نازيه لما بيحصل توقفات كتير ولما بتحصل أنه فيه فرق مظلومة جدا ده أنا نوادي مظلومة جدا وفرق مظلومة جدا وده موضوع أصلا تاني عايزين بقى نتكلم فيه مرة تانية مع بعض فأنت بتعمل إيه في الحالات اللي زيدي والله هقول لحضرك على حاجة هو الوضع الطبيعي أن أنا بمرن اللعيب التمرين عادي شغال لكن بيبقى فيه مباراة ودية بس عمر التمرين ولا المباراة الودية هتيجي بمستوى الرسمي المباراة الرسمية دي فيها حاجات كثيرة قوي فيها تركيز ذهني وفيها أداء عصبي للعيب وفيها حاجات كثيرة قوي وفيها أن اللعيب بيفرق بين المباراة الودية والرسمية فكل الكلام ده يعني ما ينفعش إن نساوي الودي الودي بالرسمي فلازم المباراة الرسمية علاوة على ذلك إن المباراة الرسمية بتدين احتكاك إن أنا أقدر أكون منتخب كويس طول ما المسابقة عندي شغالة أقدر أكون منتخب كويس لكن المسابقة مش شغالة خلاص فبا ما فيش منتخب مظبوط يعني في كذا حد كمان نجمه كان عالي كده الفترة اللي فاتت وكنا سعداء بيهم ولكن على طول بيروحوا لبرة أتمنى ذلك إن أي لعيب يطلع ويبقى لعيب سوبر ما يبقاش في نادي يقف قصاد ولأ سيب ويطلع بره بنشوف المنتخبات للأفريكية اللي احنا بنلعبها عندها أكتر من 25 لعيب محترف بره وده بيأثر فعلا بالإجاب على المستوى الفني للمنتخب بالتالي بيجيب بطولات للبلد بس احنا ما بقلاش بنلاقي قسمي كتير يعني بيبقى عندنا خمسة ستة في فرقين مثلا أو في ثلاث فرق معروفين وشكرا بالزبط ما بيبقاش عندنا الأسامير حالك بتكلم عنها هدي لو 25 حد محترف هو ما حصلش أساسا في مصر أن 25 أو حتى 20 لعيب أنهم احترفوا بره مصر واحترفوا بره مصر في وقت واحد كابتن نزيه أنا بشكرك على وجودك معنا النهاردة الحقيقة نورتنا الله يخليك شكرا وشكرا لك رسلي جدا نشوفك إن شاء الله مرة قادمة وتكون في تطورات باقي أحسن منك إن شاء الله مشاهدينك معنا كابتن نزيه عطية وهو لعب نادي زمالك السابق والمدير الفني لنادي كوكا كولا بكده ننتهينا من خلق من حلقتنا النهاردة في نهارك سعيد نشوفكم بكرة ويوم جديد وحلقة يديدة من نهارك سعيد سلام